جامعة زورج تاون في العاصمة الأمريكية واشنطن من أهم الجامعات الأمريكية التي تستقبل مع غيرها من الجامعات نحو 100 ألف طالب عربي وبخاصة من دول الخليج من بينما يزيد عن 800 ألف طالب أجنبي يدرسون في الولايات المتحدة لكن الجامعات الأمريكية تنتظر أن تتأثر بتغيير سياسة برامج المنح الدراسية التي تمولها حكومات دول خليجية بداية من الفصل الدراسي المقبل كنتيجة مباشرة لتراجع أسعار النفط في السوق العالمية بار أعتقد أن التأثير سيكون على البرامج الموجهة تحديدا لهذه الشريحة من الطلاب وأعني بذلك البرامج التي تعلم اللغة الإنجليزية بالدرجة الأولى لأن عدد كبير من الطلاب كانوا يأتون إلى جامعة جورشتاون لدراسة اللغة الإنجليزية ثم بعد النجاح في امتحانات الدخول في امتحان توفل أو في غيره من الامتحانات يعودون ويتوجهون إلى جامعة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وتسابق الجامعات الأمريكية ومراكز تعليم اللغة الزمن من أجل فتح الباب أمام وافدين من دول عربية وأجنبية أخرى لتعويض تضاءل أعداد الطلاب العرب المتوقع خلال الفصل الدراسي المقبل الذي تقول المؤسسات المعنية بالتعليم الجامعي الأمريكي إنه قد يتسبب في أزمة مالية العديد من الطلاب السعوديين ممولين بشكل كامل ومن هنا فإن ذلك يمثل دخلا ثابتا للجامعات التي تستضيفهم للدراسة لا شك أن غياب هذا المصدر المهم سيؤثر على ميزانية الجامعات الأمريكية أثر آخر سيخلفه نقص أعداد الطلاب العرب في صفوف الجامعات الأمريكية فهذه المنح الدراسية وفرت على مدار سنوات مصدرا مهما للتبادل الثقافي والاطلاع على الحضارة الغربية للطلبة العرب لقد منحت هذه البرامج أكثر من 200 ألف طالب عربي الفرصة لتغير الحقيقي علميا ومعرفيا هذا إضافة للانفتاح على ثقافات أخرى والذي وفره لهم التعليم في دول الغرب سياسة التقشف المالية التي تنتهجها دول الخليج ألقت بظلالها على حجم تعليم طلابها في دول غربية لا سيما الولايات المتحدة وهو الأمر الذي سيخفض عدد الطلاب العرب في الجامعات الأمريكية إلى النصف تقريبا ما سيؤثر سلبا لا على ميزانيات هذه الجامعات وفقط وإنما على حجم التبادل الحضاري بين الشرق والغرب الذي مثلته هذه المنح الدراسية محمد معوض الحرة واشنطن